اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق هو اتفاق بين طرفين يهما التونس والاتحاد الأوروبي نزل المشروع بطبيعة التبادل بمعنى فم تتبادل السلاع والبضاعة حر يعني رفع كل القيود التعريفية والغير تعريفية على التنقل البضاعة بين الطرفين الشامل لأنه نعرف اتفاق 95 كان يهم المنتجات الصناعية الاتفاق هذا يشمل كل السلاع والبضاعة والخدمات ولكن أيضا بطبيعة الاستثمار حركية رؤوس الأموال ومعمق بمعنى أنه بالإضافة إلى رفع الحواجز الجمروجية والغير الجمروجية ثم يعني مسائل أخرى اللي متعلقة بطبيعة بالمواصفات الأوروبية والتقارب والتشريعي والصفقات العظومية وأيضا الملكية الفكرية هو شوف مش نفهمه اتفاق للكايدز ما نرجع شوية لاتفاق المنظمة العالمية للتجاري نعرف جاء في ظرفية معينة بتاع أزمة عالمية وصعات من خلالها القوى الاقتصادية الكبرى إلى فتح مجالات جديدة لرؤوس أموالها ولشركاتها ولكن في المنظمة العالمية للتجارة ثم مشاكل ولا ثم مسائل بقط خلافية اللي هي مثلا خاصة بالخدمات خاصة بتحريك قطاع الفلاحة خاصة أيضا بالملكية الفكرية خاصة بالمواصفات كل البلدان والقوى الاقتصادية الكبيرة في أساسا الاتحاد الأوروبي والولايات التحدة الأمريكية واليابان في الوقت هذاك رافض أنها تخوض في الملفات هذه ومن هنا جاءت ما يسمى بالاتفاقات الثنائية الاتفاقات الثنائية هي فرض جملة ميناء الإجراءات أبعد بكثير مما تذهب إليه بطبيعة المنظمة العالمية ولا اتفاق المنظمة العالمية للاتجارة ومن هنا بالطبيعة في تونس كانت عند ديما علاقات تجارية بين معاق الاتحاد الأوروبي والعلاقات هذه كانت تقاد ولا تحددها مصلحة للاتحاد الأوروبي كانت ديما في حالة عدم تكافأ بين ظفرين ما يسمى الطرفين جديد في اتفاق لاليكا ولا مشروع اتفاق لاليكا أنه ماشيين أبعد أولاً مما موجود في المنظمة العالمية للتجارة وأبعد أيضاً من اتفاق الشراكة لسنة 95 لأنه بشقع كما ذكرنا إدماج زوز قطاعات رئيسية لهي الخدمات والفلاحة في مجال فمت تحرير التبادل بالإضافة إلى فمتني أنه المشروع هذا يشترط أنه تونس تتبنى كل فمت المواصفات الفنية الإنتاجية الأوروبية تتبنى أيضاً التشريعات والمكتسبات التشريعية الأوروبية اللي بشقع إدماجها في القانون التونسي بالإضافة إلى تحرير الاستثمار وتحرير الصفقات العمومية نرجع للمسالة 95 95 وقت لي تم تحرير فمت تبادل منتجات 90 نعرفوا إلي فمت الاتحاد الأوروبي قوة صناعية تونس مع عمرها ما كانت فمت قوة صناعية وهذا يبطبيعة أدى إلى تفكيك النسيج الصناعي في تونس وفقدنا حوالي 55% من المؤسسات الصناعية الخاصة اللي اندثرت لأنها غير قادرة على المنافس اليوم يبدو أن الدور فمتني جاي على أولاً فمت قطاع الفلاحة لأنه تحرير مبادلات الفلاحية بين تونس والاتحاد الأوروبي يعني فمت أن الفلاحة التونسي بشيري جاور وحهم فيه منافسة مباشرة مع شركات فلاحية كبرى أوروبي ولهنا أولاً ثم فورق في الانتاجية حسب معطيات المنظمة العالمية للزراعة والأغذية متوسط الانتاجية في الاتحاد الأوروبي الانتاجية الفلاحية هو سبع مرات أكبر من المتوسط الانتاجية الفلاحية في تونس اثنين ثم فورق كبيرة في الدعم تقريباً إذا كان ناخده بمقتضاء السياسة الفلاحية الأوروبية المشتركة ما بين 2014 حتى 2020 ما هو مرصود لدعم الفلاحة في الاتحاد الأوروبي تقريباً 368 مليار أورو في حين يعني هذا يعطينا تقريباً معدل متع 700 أورو تقريباً دعم لكل إكتار في الاتحاد الأوروبي في حين أنه حسب بعض المنطيات الدعم في تونس 130 دينار على كل إكتار حتى حسب بعض الأرقام وثم دراسة عملت في اتحاد الفلاحين تشير إلى أنه 850 ألف فلاح في تونس تقريباً اشتر الفلاحة متع تونس مهددين بالانقرار وعندك زول سمتنشطات رئيسية اللي هي الحبوب وتربية الماشية اللي ربما قد تندثر نهيلاً هذا يفهم يخص الفلاحة الحاجة الثانية هي الخدمات كيف كيف؟ فمتنمشين في اتجاه تحرير الخدمات ولكن كم قارنوا بين تونس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أول مصدر للخدمات في العالم وثم 80 شركة كبرى أقل واحدة فيهم رقم المعاملات تمتحها ربما في ثلاثة أو أربعة مرات بيزانية تونس هذو يهينوا تقريباً على قطاع الخدمات اللي في الاتحاد الأوروبي يعيش حالة متاع التضخم ومنجم يستمر إلا من خلال فتح أسواق جديدة وهنا جي لا لكا لأنه لا لكا مهيش في تونس برك لا لكا رأي في تونس في المغرب في كوندي وفور في السينيجال في برشا بولدان اللي من خلالها الشركات الأوروبية تحاول تجد في مجالات وفي المقابل عندك في تونس يعني قطاع الخدمات يرتكز على شركات صغرى متاع خمسة إلى عشرة فمتني يعني أجارات تقريباً سبعين في المئة من المؤسسات وبطبيعة إمكانيتها المالية ضعيفة إمكانيتها المادية أيضاً فمتني ضعيفة أو التقنية أيضاً ضعيفة ومعندهاش يعني حتى قدرة على منافسة الشركات الأوروبي وهذا يعني فمتني تراجع في إنتاج الثروة وتراجع في التشغيل وكل فمتني المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي تنجم تنجرى عليه وقت نحكو على الطرفين هذا يزالك في كيف مغالطة كبيرة لأنه عندك الاتحاد الأوروبي سبع عشرين دولة بخمسمائة مليون فمتني ساكن هو من أكبر فمتني القوى الاقتصادية في العالم من جهة أخرى فمتني عندك تونس باحدشين مليون ساكن ونعرف أنت الوضع الاقتصادي نتعاش فيه ننتم ثم حتى مجال ولا ثم حتى إمكانية خلينا نقول نحكو على الطرفين اثنين اللي اللح له في المفاوضات أنه ثم مشروع واحد ووحيد هو مشروع الأوروبي تقريبا ستمائة ولا سبعمائة صفحة بالتفاصيل وبالملاحق يعني في حين أنه ما ثمش في المقابل فمتني مشروع تومسي يعني في الأخر أنت تناقش تناقص شوية تزيد شوية ما نكش فيش تخرج على جوهر فمتني الموضوع والمشروع فمتني المقترح من طرف الاتحاد الأوروبي هذا بالإضافة إلى الضغوطات اللي مارسة الاتحاد الأوروبي بالاستمرار نعرفه في 2014 كان فيما قرضا تاعت ثلاثمائة مليون أورو تعطاء التونس ولكن زو الشروط الشرط الأول هو التطبيق كل ما جاء في يعني إملاءات صندوق النقد الدولي والشرط الثاني هو ضرورة التفاوض حول مشروع فمتني ونعرف وزيدا كيف كيف كحكية التصنيفات المتعدة مرة في القائمة الرمادية ومرة في القائمة السوداء واللي الاتحاد الأوروبي كان يستعملها كورقة ضغط مش كان في تونس حتى في بلدان أخرى لتسريع فمتني عملية التفاوض شوف الإسرار هذين اللي حكومة مش مسايبة فهوة لحكومة تمثل مصالح والمصالح هذية فيها فمتني بالطبيعة المصالح الشركات الأجنبية المصالح الاستعمارية فمتني بشكل آخر وفيها أيضا فمتني مصالح متاعها فمتني اللوبيات النافذة في تونس لها أساسا فمتني اللوبيات التصدير والتوريد لتنجم تكون فمتني يعني منتفعة من مشروع كما هذية وبالتالي فمتني ما منستغربوش بالطبيعة انه فمتني لحزاب الحاكمة تدافع على المشروع هذين تبحث على السند السياسي الخارجي وثم يوسف الشاهد في نهاية الأمر هو فمتني موظف سابق فمتني لدى السفارة الأمريكية ومن تصوروش انه نجم فمتني فكر بطريقة مغايرة وإلا فمتني يجيب فمتني مشروع مغايد لمشروع للكع في البداية كانت سمة فمتني تعتيم كبير تمارس على مرسلة الحكومة في علاقة بالمفاوضة هذه وإحنا كجمعية جمعية البحوث الاقتصادية والاجتماعية محمد علي الحام انطلقنا تقريبا منذ يعني أكثر من سنة في جملة من الندوات الحوارية الجهوي لكان الهدفها التحسيس فمتني لنشطة المجتمع المدني المنظري الأحزاب المنظمات الوطنية بخطورة هذا المشروع والدفع في اتجاه يعني موقف موحد وبالطبيعة فمتني ثم كيف كيف سدى مبادرات أخرى فمتني مجموعة التصدي للكع مجموعة السيادة الغذائية هذه فمتني مجموعات شبابية جمعيات كيف كيف فمتني نشطت من جانبها وثم أيضا بعض الأحزاب اللي نظمت ندواتها هذائك كل شنو أعطانا أولا رفعنا فمتني حالة التعتيم الإعلامي اللي تمارست الثنين وصلنا فمتني في نهاية الأمر إلى تجميع فمتني القوار الرئيسية في البلاد في ندوة وطنية عقدت يوم 30 أفريل 30 أفريل للمعناها الفارق وانبثق عنها إعلان تونس لإيقاف التفاوض حول للكع وأمضت فمتني مجموعة من الأحزاب والمنظمات أساسا المنظمات اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين والرابط التونسي للدفاع الخنسان بالإضافة إلى فمتني مجموعة للأحزاب لحزب الوطن الموحد حزب الأمار للطيار الشعبي والحزب الجمهوري وتقريباً ثم إلى حد الآن 42 جمعية محلية أمضات على الإعلان هذية بالإضافة إلى فمتني ثم عارضة إلكترونية وصلنا تقريباً قرابة الألف إمضاء إلى حد الآن ويوم واحد ماي كانت أيضاً فمتني مناسبة باش نظمنا فمتني إلى جانب شركانا مسيرة لمطالبة بإيقاف فمتني التفاوض للتحسيس بالجانب الخطير الاستعماري للاتفاقية هذه وأيضاً فمتني تم ولا باش تتركز يعني قريباً تنسيقية وطنية للتصدي لليكالي باش تبرمج جملة من التحركات في تونس كاملة ثم بطبيعة فمتني احنا عنا اتصال مع مجموعة من الجمعيات شبكة كاملة من الجمعيات متواجدة أساساً في فرنساً وفي إيطاليا والمجموعة هذه فمتني مؤخراً فمتني أصدرت يعني بيان والطالب فيه بإيقاف التفاوض حول المشروع هذه وتعتبروا أنه مشروع استعماري أنه ما يخدمش الجانب التونسي ما يخدمش التوانسي أنه ضد أهداف الثورة أنه يكرس الهيمنة أنه فمتني نجمي يؤدي إلى مزيد يعني تفكيك النسيج الاقتصادي في تونس والجمعيات هذه كيف كيف فمتني احنا على اتصال معنا دائم بها وباش يتنظم حتى هي فمتني جملة من التحركات والإحتجاجات في أوروبا لبطبيعة فمتني الضغط وإيقاف المسار التفاوضي هذا لو مرض هذه الاتفاقية ستكون فمت الكارثة الكبرى لكن الأخطر في الاتفاقية هذه هي ما يسمى بالمواصفات الأوروبية ومسألة التقارب التشريعي يعني فقدان تام للسيادة بشي نتحوله إلى مجرد فمتني مغازة للمنتجات الأوروبية وحتى قوانيننا عشان نجم نصيغوها فمتني بشكل مستقل إنما مضطرين فمتني باش نتبنى وكل فمتني التشريعات بطبيعة في الجانب الاقتصادي والتجاري كل فمتني التشريعات الأوروبية يعني هذه اتفاقية هي اتفاقية استعمارية بامتياز هي تعمق فمتني الهيئة من الاستعمارية من الاتحاد الأوروبي في تونس وهي ضرب فمتني تام للسيادة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر